بحسب مسؤول في النادي الاهلي قال لنا ان فيه قرار تم اتخاذه بل واعلانه بعدم التعاقد مع لاعب اجنبي جديد الا في شهر يناير القدر ده ليه؟ او المعلومة دي اللي بنأكدها نكتير ينبال هتكلمه انه لا الاهلي هتراجع عن الفكرة دي وهيشتري لعبين جدد بحسب مسؤول النادي الاهلي قال لنا لا مفيش لعبين جدد في فترة الانتقالات الحالية وتم تأجيل الامر الى يناير بالاتفاق مع مارسل كولور اللي هقولولك ده بقى ممكن تعتبروا معلومتي بنسبة كبيرة تمام؟ انا الاول جبت لك ايه؟ التصريح عن المسؤول في النادي الاهلي تمام؟ انا دائما احب انقل من مسؤول فالمسؤول قال كده اللي حصل في مباراة السوبر قلقت النادي الاهلي تحديدا في مركز الجناح والمهاجر قلقت النادي الاهلي جد جد ليه؟ فيه سوبر مصري جاي وفيه بطولة الانتركنتنانتل الاهلي الان تصوري انه هيبقى فيه حركة شغالة دلوقتي لا مش تصوري مؤكد انه فيه حركة شغالة دلوقتي في لجنة التعاقدات في النادي الاهلي للبحث عن مهاجم او جناح يا مهاجم يا جناح اجنبي لو الاهلي قدر يتوصل الاتفاق معاه في الفترة الحالية هيتم الاعلان التعاقد معاه في الصيف دلوقتي الاهلي ما قدرش يعمل ده هيأجل ليناير هتقول لي تمويا سيدي المسؤول قالك مش هنتعادل لا في يناير الاهلي مش عايز دوشة من الاخر يعني او بجيب لك من الاخر السيمونة نشتغل من غير دوشة مش عايز ضغط فين المهاجم هتولي دلوقتي فين الجناح هتولي دلوقتي فقالك ايه اجماع احنا في يناير لكن لو الاهلي اتم اتفاقه مع اي لاعب ونادي دلوقتي هيعلن عن الصفقة خليك فاكر الجملة دي كويس عشان هتقول لي ايه اذا يا كريم انت مش كلكم قلتوا ان الاهلي يعني في يناير ده الاهلي اللي قال مش احنا فجأة ممكن تراي لعيب مهاجم او جناح موجود حاليا في النادي الاهلي او يعني يتعد معا خلال ايه